يقول فضيلة الشيخ أفضلكم الله بقوله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وإقوانكم الآية هل من ينتمي إلى وطنه ويحبه هل هذا داخل في الآية إذا كان يحب وطنه بعد محبة الله ورسوله محبة الأوطان طبيعية ما هي محبة دينية إلا إذا كانت الأوطان لها قيمة دينية مثل المكة المكرمة والمدينة وبيت المقدس هذه محبة دينية لأنها بلاد الله عز وجل وبلاد أنبياءه فيها المساجد الثلاثة محبة هذه البلاد هذا من الدين أما بقية البلاد محبتها طبيعية لا يلامس الإنسان على أنه يحب وطنه لكن لا يقدم محبة الوطن على محبة الله ورسوله نعم رسول صلى الله عليه وسلم لما خرجوا المشركون من مكة وقف صلى الله عليه وسلم وقال والله إنك يخاطب مكة والله إنك لا أحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت فمحبة هذه المواطن المباركة هذا من الدين نعم